موسيقى جود وينك؟ جود أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من جود نايت معكم جود مضيفة البرنامج شحادة، شوفي اليوم ببريدنا؟ المهم، أنا بحب أنكم بتشوفوني جزء من العيلة حتى عيلتي بظلهم يبعتوا فيديوهات وصور لابن أختي بدال ما يشاهدوا فيديوهاتي بس أنا جد مبسوطة على فيديوهات وصور أطفالكم هم بعملوا أشياء كثير رهيبة زي مثلا أنهم يقوموا أو يبتسموا بس يعني هاي الشغلة لفترة مبررة لفترة بسيطة فترة معينة وهي ساعة ليس طفل مهجزة يعني حتى شحادة بدر يعمل هذه الأشياء شحادة وجههم كيف تبتسم؟ يا الله شكلهم حسدين ما تفهموني غلط مش أنا ما بحب الأطفال طبعا كثير بحبهم بس كثير بسألوا أسئلة ليش؟ بالضبط مثلا الأطفال كثير بسألوا ليش؟ ليش الزمز زرقة؟ ليش ماما ما بتحبك؟ مرة حتى الطفل سألني في بيبي بطنك؟ فقالت له لا قال لي طب ليش بطنك كبير؟ موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو والخوف عليهم ليس بالإيموجي أنا مش فاهمة ليش الطفل عليه فترة صلاحية تخلص بعد خمس سنين لما يبطل كيوت ويصير مراهق أوكي هو ما بصير مراهق على الست سنين بس يعني فاهمين كيف أن الطفل بس يكبر بيبطل يلاقي حدا أصلا يهتم فيه وكأنه كتير ناس ما بدها تخلف أو ندمة إنها خلفت وبتبين هاي الشغلات بالحركات الصغيرة اللي بيعملوها زي لما ياخدوا أطفالهم على محلات الأرقيد بس ليه بتحكي هيك إنه حرام الناس اللي مش عجبها هاد الحكي أتوقع أهلهم كانوا ياخدوهم على محلات الأرقيد اتحادة بالذات أتوقع كانوا يخلوهي أرقل كمان المهم شكرا كثير مشاهدينا وتابعونا بلنستضيف ضيف مميز جدا نسألهم أسئلة ويجاوبونا أجوبة وأحضرونا ووجانا لكم مشاهدينا اليوم معنا ضيف مميز جدا فنان مسرحي قديم ومتعدد المواهب رحبوا معنا الممثل القدير المحترم الكبير شاكر وادي السير أهلا سهلا فيك أهلا 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 والله شاكر أهلا فيك شاكر إحنا يعني ممنونين جدا أنك قدرت تيجي على البرنامج تبعنا معلش لا تأخذه متدرب شاكر يعني إحنا عن جد نشعر بالفخر أنك قدرت تيجي اليوم وتشرف مسرحنا الصغير بعرف أنه أنت متعود على المسرح الكبير لا لا بالعكس يعني هاي شغلة اثنين أنت بتعرفي يعني أنا متوقل بين المسارح يعني صنع يعني عادي أكيد ما شاء الله التواضع للفنان شاكر أهلا احكينا عن مسيرتك الفنية كيف بلشت وكيف كانت أول خطوة على المسرح أوف يعني أنت بتعرفي يعني بدناش نحكي يعني نطول السيرة بكل بساطة يعني صنعها عائلية يعني أبوي كان ممثل أهلا أخوي ممثل أهلا الستة الوالدة ممثلة أهلا جدي ممثل ما شاء الله تعرفي لما يكون الكون بيمثل الكل بيمثل لا أنا بحس أن وجود بتمثل أحيانا خلاص كل واحد يعني الله يعينه على المشاكل أنا مش حادة بس بس يعني هيك هي القصة لا بس يعني إحنا شايفين أنه أنت ممثل ناجح وهذا شيء كثير صعب يعني فحكي لنا أكتر عن البروزس تبعك مثلا من لما كيف يجي نص بقرأ النص بقرأ النص بقرأ النص ما شاء الله بقرأ النص بقرأ النص كل هذا بس من قراءة نص جربت تقري نص لا خلاص يعني أنت بتختار النص أم لا نص بختارك هيك بتحس سوري بتحس النص بختارك أو أنت بتختار النص ما بقرأ أنا بوصلني نص بقرأة ما بقرأة ما بقرأة ما بقرأة ما بقرأة ما تعقدوا الموضوع يا إخوان النجار الخشبة بتختاره ولا هو بختار الخشبة أنت ماخدها مقاولة يعني هي صنعة هي صنعة أنت بتقرأ نص بتوقف قدام ناس بتعرق صنعة آه تتعب يعطيك العافية يعافيكي يعطيكي أنت العافية صنعة باب رزق يعني هي هي أنا كان نفسي أنا كان نفسي أكون حلاق بتعب في حياة حلاق حلاق الحلاقة هي الفن حلاقة شعر بسس حقق حقق فنقوزة كان أنا واحدة بدها أوكي بتاخد لها جوانب لا لا إسحادة بعد لا تتبرعوا جوانب ياخد لها بدك تكون حلاق بسس طيب أحكي يعني جود أنت بتأكدي أنه هذا الممثل الناجح اللي حكيتي عنه أنه بعرف يمثل وهيك لأنه أنا مش سوري يعني بس مش شايف ممثل في الموضوع شحادة لو سمحت احنا كم مرة حكينا لا تهين المضيف لا بس أل بس لأنه يمكن خبطين لا لا ولا 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 إشي يعني عادي عادي بس أتوقع هو عم بيحاول بس يغيزك أنه يشوف مشهد مسرحي من عندك يعني أي إشي تقلع آآ آآ احكوا يكمل البداية يحبين تشوفوا تمثيل أغلبك تمثيل يعني أي إشي بس أي مقطع بس أي دور دورك المفضل طه ماش جود هذا حلاق مش حيمثل حلاق بتعرف هو مكبث آآ لا أعرف مكدونالد مكبث خلصتو آآ مكبث مكبث يعني هذا الزعين بيكون مرته ماتت مش عارف شو بيجي واحد بيقول لي The queen my lord is dead شو بدا قلو 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 there have been a time for such a word tomorrow and tomorrow and tomorrow creeps in this petty pace from day to day to the last syllable of recorded time and all our yesterdays have lighted fools their way to dusty death out out brief candle life's but a walking shadow a poor player that struts and frets his hour upon the stage and then is heard no more it is a tale told by an idiot full of sound and fury signifying nothing nothing اكتئاب اكتئاب وحزن ودمار يعني مناحة انا ما بارشوا مانو ما دول الاجابة والله بتعبوني بتعبوني بالعكس يعني كنت بيقول لي اقرأ نص وانا نص متعد يعني ما بدي لا بس ما شاء الله انا ما فهمتش ولا كلمة بس تأثرت كتير من القصة يعني تأثرو كلهم بتأثرو ما انا مورج قدامكم تأثرو معاك انت فاهم فاهم اللي كنت تحكيه ما حدا بدي يعني احلق له الكل بدي يتأثر انت عندك موهبة بالتمثيل يعني احلق له التمثيل الكل بيقدر يمثل ما احد بيقدر يحلق انا بدي احلق يا اخي احلق له الحلاقة طب اه في خناتانيا نقدر نجدر يعني يعني بتكون يعني اهرج مش اتهرج احنا بس حبينا القصص اللي عم تحكينا ياهو بتكون يعني اتعذب احط حالي في مواقف سيئة اه مش لا احنا بدناش نعذبك بس احنا لو انت استطفت نجار تحكي له امالي طاولة اه كونها مهنة اه فيعني مثل اقلب لنا عمل لنا قناة في واحد لقيط المسرحيت شيك سبير ما شاء الله ابن اللقيط بيكون عنده مشاكل مع ابوه مش اعرف شو بيكون بيحكي مع الجمور بيقولهم بيكون ته ريسي مية كتيرة خاطة كتبت بيكون 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 فهرب I am some 12 or 14 moonshine's lag of a brother Why, bastard, wherefore base My dimensions as were compact My mind as jenis and my shape as true as honest madam's issue Why brand they us with base? Baseness? Bastardy? Base! Base! Who in the lusty stealth of nature take more composition and fierce qualities than that within a dull stale tired bed cut with grating a whole tribe of pops لقد قمت بسيطة و اتتتت مش بسي مش بسي مش بسي هي كلب كلب بس كلب والله مش بسي وربيه هل نروح وراه نروح وراه